الموسم الثالث لعبة فالرينت بعد أربعة أيام من تنزيل هذا الفيديو الصراحة سيكون موسم خرافي أو أكت خرافي مثل ما بيقولوا عليه باللعبة سيكون في أول شي عندنا اللغة العربية وتاني شي لحيكون عندنا سيرفرات الشرق الأوسط وتالت شي شخصية جديدة وبطالباس سيكون بشكل خرافي فكلاه إن شاء الله نحن نحكي عنه بهذا المقطع نحن نحكي عنه بقدر المستطاع بإختصار مشان نكون المعلومات كلها تواضحة وما يكون في شرح زيادة عن لزوم وكله يكون واضح فعلا والله بسكنة الطابة الأرضية وفيديو جديد متمنى إذا أنت أول مرة عند تشاهد فيديو على القناة يعني تشارك تفعل زر الجرس حط لك توك توك ومد حلو برأيك إنه رأيك بهني جدا كود دعم بالأتم شور بنيمو تسع هل يزار أمامكم بلعبة فورتنايت لو بتلعبها يعني تدعمني فيه خلينا لا نفوت بالنسبة للعبة فالرينت لعبة فالرينت يا شباب عم تحدث من حالة كتير وكتير بهذا السيزن يعني حاليا بالسيزن الثالث أو الأكتس 3 لحيكون معنى تغييرات كتير أول شي أكتر تغييريي هو الحيكون حلو معني بالنسبة كلاعبين va icon Golf va icon Choose your immigration Me Game aci me مكانين A و B ولح تكون مكانين 2 سايت لح تكون للبوم طبعا هو الماب لح تكون حلوة كتير ولكن الماب لح يكون فيها غلط كبير وهي لح تكون كبيرة ولح يكون فيها مرتفعات ولح يكون فيها 2 زيب لاين يعني الموضوع لح يكون كمبرة ولح يكون صعب على اللاعبين يلعبون ومعظم الناس اللي لعبوا هاي الخريطة واجهة شوية صعوبة فيها قبل ما تنزل يعني لأنه فيها أماكن كتير للكمبرة وزوايا وشغلات كتير هاي بالنسبة للماب الماب ما هنحكي عليها زيادة لأنه الماب تجربت من قبل بعض اللاعبين وشفتها أنا كلها فالموضوع غريب يشوي بالنسبة للماب ما هنقدر نحكي عنه الماب طبعا ما هتعجبها غير لحتى تجربها الموضوع الثاني يا شباب اللي هو بيكون مهم جدا بالنسبة إنه كعربي اللي هو موضوع اللغة العربية لعبة ريوت جيم صلى فترة عم تشتغل على الدبلجة العربية وعاللغة العربية يعني إن شاء الله بهذا التحديث لما تفتح اللعبة لح تقدر تلاقي اللغة العربية ولح تقدر تلاقي أصوات اللاعبين باللغة العربية يعني فينيكس لحيكون صوته عربي سوفا ريز كل هدول الشخصيات لح تكون عن تحكي بالعربي طبعا هلا أنا حتركك مع مقطع صغير بورجيك لقطة كيف لح تكون باللغة العربية لن تروا شيئا فلنسلوا بأنفاسهم الأخيرة لكل عدو مكان خاص في قلبي كل شيء ملكي رؤوسهم تحت المقصلة والآن لنقطعها مجل ما شفتوا هيك لح تكون اللغة العربية ولح تكون قوائم عربية وكل شيء لح يكون عربي معنا بلعبة فالورينت لصراحة شكرا ريوت جيمز على هذا الشغل جدا خرافي لأنه فعلا هاي الشركة الوحيدة اللي دبلجت عربي وترجمت عربي الطريقة متقنة وحلوة كتير وبالفصحة وحاولت تجيب بين كل المجتمعات العربية لحتى تقدر تزبيت هذا الموضوع طبعا شكرا ريوت جيمز وتاني موضوع بنحكي عنه اللي هو السيرفرات الميدل إست أو الشرق الأوسط سيرفرات الميدل إست يا شباب ان شاء الله لح تكون متوفرة بعد التحديث بكم يوم يعني ان شاء الله بتاريخ 28 أكتوبر لحيكون معنا هدية ولحيكون معنا السيرفرات أنا صراحة السيرفرات ما بعرف علا حتجي مع التحديث ولا مع الهدية لأنه في هدية ان شاء الله لكل الناس يوم 28 أكتوبر بس تفتح اللعبة يوم 28 أكتوبر لحتحص الهدية بشكل مجاني لزارة أمامكم اللي هي عبارة عن أبريق قهوة اللي بيصبوا في القهوة وتحصلوا بتحطوا كشكلة أو باندل متل ما بيقولوا عليها على السلاح تبعك هذا هو اللي زارة أمامكم اللي هو شكل مصب قهوة صراحة الهدية خرافية جدا يوم 28 أكتوبر بتحصلها احتفالا بانتلاق سيرفرات الميدل إست أو الشرق الأوسط وخليني ننتقل على الموضوع الحلوي اللي معنا اللي إحنا كل الناس طبعا اللي حيعجبها هذا الموضوع اللي هو الشخصية الجديدة سكاي سكاي يا شباب هي شخصية جديدة باسم سكاي اللي حتنزل هي من أستراليا اللي حكوم معها أربع قدرات وآلتيمت طبعا ثلاث قدرات وآلتيمت اللي أحكي لك ياون بالمختصر مفيد بدون ما أشرح زيادة عنه طبعا أول قدرة اللي هي السي قدرة السي هي يا شباب هي عبارة عن هيل بتفتح دوارة كبيرة هيل وبتهيل كل صحابك اللي بجنبك ما عدا أنت يعني لو أنت كنت سكاي وبدك تهيل أصحابك بتكبس سي وتكبس كريك شمال بتعمل دوارة كبيرة من الهيل بتهيل كل صحابك وانت ما بتهيل هي بالنسبة للقدرة الأولى اللي هي السي طبعا بالنسبة للهيل هي بتهيل بطريقة سريعة جدا يعني لو أنتوا كلها تكن كنتوا وقفين بالسايت عم تحطوا ستباكل وايا اثنين كانوا ناصين بتضرب هالقدرة وبتستغمل هالقدرة بتهيل بطريقة سريعة جدا لكل الناس اللي معاك بالفري طبعا هاي أول واحدة السي تعني واحدة اللي هي اللي هي الفوكس أو السعلب يعني متل ما بقوله علي هي عبارة عن سعلب بتقليقه بطير تشتري واحد فقط بكل جيم بتقلقه بتركض متل اللي تبع سوفا كله عليك انك انت بتمشي بهذا السعلب وبتستكشف اماكن ناس ولما انت تلاقي اي شخص بتقدر تخلي السعلب تبعه ينط عليه ويعميه متل بريدش يعني هي نفس قدرته تقريبا تبع الزلزال اللي هي بتخليك دايخ فترة زمنية ومع التعرف تطلق وايمك بيضيع نفس الموضوع تبع هذا السعلب وطبعا هذا السعلب اذا انت رميته والشخص التاني كان شايفه مباشرة بيدري اوسع لي اربع طلقات بالبستول بالعدد وبيت يتدمر هاي بالنسبة للسعلب مثل اللي تبع سوفا ومثل الزلزال تبع بريدش وبتقدر يتكسر مثل اللي تبع سوفا هاي بالنسبة لقدرة حرف اللي كيو تبعه اما بالنسبة لحرف الاي تبعه اللي انا عم بحكي لك باختصار ما عم بحكي لك كلمات انجليزي وتفتيق عم بحكي لك باختصار بالنسبة للقدرة التالتة اللي هي حرف الاي تبعه بيكون عبارة عن عصفور او طير يعني بتاخد هذا الطير او العصفور الترميه بتتحكم فيه عن بعض مجرد ما يشوف اي شخص بيقدر يفلشو. بيقدر يفلشو متل بريتش بالضبط وبيطول الفلاش تبعه كتير. مو متل فينيكس. يعني انك انت مجرد ما انك انت تطلق هذا الطير على اي سايت يبتقدر تطلقه وتفوته وتطلعه يمين وشمال يعني بتقدر تسوقه بشكل عام متل السيارة يعني. انك انت بتكبس كليك بيتفجر او بيدرو بفلاش بيعني كل الناس اللي وقفين بجنبه بالسايت. كمان ازا حدا شاف هذا الطير تبعك بيقدر يكسر لك يا او يقتل لك يا بثلت طلقات بالضبط. الموضوع بالنسبة لهي القدرات تبع سكاي. واخر واحدة اللي هي الالتيمت تبع الاكس اللي كبيره. الالتيمت تبع سكاي يا شباب هي عبارة عن ثلت سعالب. بتطلقهم وبيكتشفهم لك وين اماكن الناس. يعني لو انت كنت داخل سايت وما لك عرفان وين الناس. كنت عليك انك انت تفعل الالتيمت والسعالب تبعاتك بين تشرب كل ارجاء السايت والمكان بيورجوك وين اماكن الناس. عندك طريقتين لتعرف الناس. الطريقة الاولى انه هو يقوص عليه ويكسر لك ياو. تعرف انه هم في واحد. والطريقة التانية انه السعالب تبعك ينط عليه ويعميه متل العمية تبع اومن او تبع الفلاش تبع اومن. اما بالنسبة شو مساوه هذا مساوه انك انت لما تكون واعف ومعك اي اسلاح كمان بتضرب اربع طلقات ع السعالب اللي بتطلقه بالالتيمت كمان بتكسر بس بتعرف وين ما كانوا من صوت السلاحة والضرب تبعه بس ما بيعميه ولا بيأسر عليه. هيك بالنسبة لسكاي. اسكاي ان شاء الله هتتوفر مع الوقت ما هتتوفر ضغري بعد التحديث. بينزل التحديث يوم اربعة عشر عشرة وبتنزل عمية اللي جديدة يوم سبعة وعشرين عشرة هيك بالنسبة لكل شي للايجنت ولكل شي. فانا ان شاء الله هلأ احوارجيك جميع الاسلحة اللي موجودة داخل اللعبة بالنسبة للبطل باس اللي جديد كلها تتم تسريبها بشكل كامل انا ان شاء الله هلأ احوارجيك ياهم بالنسبة لكل الاسلحة. اتمنى تكون استفدت وعجبك بعض المعلومات. كدام بالاتم شو بنوصح فورتنايت اللي حاب تدعمني فيه وبرعايت الله. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة